كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع إجمالي أصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى الخامس من يوليو الجاري إلى حوالي 4 ملايين وستمائة واربعة وخمسين ألف ومائتين وستة واربعين طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها سبعمائة وسبعة عشر ألف وثمانمائة وستة وتسعين طن عن الفترة ذاتها من العام الماضي وأشرت وزارة الزراع إلى أنه ولأول مرة تصل صادرات الموالح المصرية إلى مليون وتسعمائة ألف طن وأشار تقرير الحجر الزراعي إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح البطاطس البصل البطاطا الفرولة والجوافة وأيضا الطماطم والهنب